بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما ينج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بها في الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ منفاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراف السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا إن بعد وقاتلوا وكله وعد الله الحصنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسفا فيرضاعفه له وله أجر كبير يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ونأيمالهم بشرىكم اليوم في جنة بشرىكم اليوم بشرىكم اليوم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتل اسم نوركم قيل رجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له بآب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العظلام ينالونهم ألم نكن معكم قالوا بلى وراءتنكم فتمتم أنفسكم وتعبستم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم ثنية ولا من الذين كفروا مأوأكم النار هي مولاكم مأوأكم النار هي مولاكم ومئس المصير ألم يأمن الذين آمنوا ألم يأمن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأبد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون يعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وعند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا لآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضونا وما الحياة الدنيا إلا متاع الخرور سامقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشغى والله ذو الفضل العظيم ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آت لكم والله لا يحب كل بختار فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذري يدهم النبوغة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثائهم برسلنا وقفينا بعيس بن مريم وآثيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحلة ورهبانية لبتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتخضاء رضا لله فما رعوها حق رعايتها فآتئنا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لألا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشجعا والله ذو الفضل العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين